تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من رصد خبري اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد عبر قناة سيلبي سبورت الأكثر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى اليوم آخر يوم في الأولمبياد وباللعيبة بروحوا عبلادهم محهم الميداليات وبكون السؤال هل بقدر أبيع هاي الميدالية الذهبية وكم هتجيب لي فلوس طبعا هذا السؤال بيسأله لنفسه البطل ومنسأله لنفسنا إحنا إنه هالميدالية اللي تعبت عليها سنين طويلة هل إلها قيمة مالية بجانب قيمتها المعنوية والتاريخية وهل فعلا قام لاعبين ببيعها من قبل في الحقيقة بيع الميداليات الأولمبية مش خبر غريب اتكرر كتير إما لأنه بطل أولمبي صار كتير فقير واضطر يبيحها أو لأنه بعض الأحيان بيكون فيه هدف خيري من بيع الميدالية ووضع أموالها في إحدى الجمعيات الخيرية فمثلا حسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تم بيع ميدالية فضية عن فئة الرماية تعود إلى أولمبياد 1900 اللي جرت في باريس مقابل 1283 دولار فقط يعني مبلغ مش كبير وميدالية برونزية لدورة أخرى عام 1956 بيعت ب3750 دولار يعني الموضوع يبدو مش جايب همه لكن في الحقيقة هناك ميدالية أخرى ورت أنه الموضوع ممكن يجيب همه أكثر الميدالية الأغلى في التاريخ بيع ميدالية جيسي أوينز أحد أساطير أولمبياد 36 واللي فاز بأربع ذهبيات وقتها وهو صاحب البشر السمراء اللي أحرج هتلر من جهة في ألمانيا وأحرج رئيسه الأمريكي روسفلد من جهة أخرى اللي رفض مصافحته أو تهنئته لاحقا واعتبر تصرف الرئيس الأمريكي عنصري وبالتأكيد يعتبر هتلر دائما عنصري أوينز فاز بأربع ذهبيات عام 36 في برلين إحنا ميدالياته وصل سعرها لواحد ونصف مليون دولار والثانية قاربت السبعمائة ألف دولار والقيمة هنا بتأتي من قيمة الميدالية التاريخية مش لأنها ذهبية أو أولمبية وعشان هذه القيمة التاريخية بنجد الميداليات اللي فاز فيها الرياضيين في أول أولمبيات في التاريخ عام 1896 غالية الثمن تم بيع إحداها مثلا مقابل 180 ألف دولار رغم أن الناس تقريبا ما بتعرف أي رياضي فاز في تلك الأولمبيات ولا بتعرف أي قوانين كانت موجودة إلها لكن فكرة إنها من أوائل الميداليات في التاريخ أكيد بترفع قيمتها لقيت تصريح لواحد اسمه بوبي ليفينغستون نائب الرئيس التنفيذي لشركة مزادات مختصة ببيع الميداليات تقريبا شركته باعت 21 ميدالية في تاريخها بقول أصبح بيع الميداليات الأولمبية التجارة مهمة لمن يحبون جمع المقتنيات والتحف النادرة والميداليات الأولمبية طبعا قطعة نادرة لأن القليل منها يوزع كل أربع سنوات وعدد أقل من الفائزين يقرر البيع برجع أذكر بالموضوع أنه ما إلو علاقة لا بذهب ولا فضة ولا برونز إلو علاقة بالقيمة التاريخية بالحكاية حول الميدالية اللي فاز فيها اللاعب وأكيد منكم كثير ناس بتعرف مثلا أنه الميدالية الذهبية اللي بيستلمها اللاعبين ما فيها كمية ذهب كبيرة بل أنه حسب نيويورك تايمز يوجد في الميدالية الذهبية مواد من الفضة أكثر من الذهب نفسه لدرجة جعلت شركة ميتال فوكس تقول أنه قيمة الميدالية الذهبية الأولمبية لو اشتريتها كقطعة معدنية يعني قطعة الذهب حقيقية هيكون سعرها فقط 800 دولار لكن ما يجعل الميدالي لها قيمة الحدث القصة اتخيلوا مثلا لو أوسن بولت قرر يبيع ذهبية رقمه القياسي في سباق 100 متر 2012 سباق أسرع رجل في تاريخ الأولمبياد كم حيكون سعرها؟ بالتأكيد رح توصل الملايين لأنها بتعني أنك بتملك قيمة تاريخية صعبة تتكرر وبتملك قيمة أسطورية بأسطورية أوسن بولت يعني باختصار وبعيدها آخر مرة اللي برفع سعر الميدالية قصتها ومش الفوز عشان هيك بنلقى الإعلام دائما بركز كثير على الجوانب الإنسانية الاجتماعية على قصة كل بطل وكل انتصار لأن هذه هي القيمة الحقية للانتصار في الأولمبياد ينسج القصص من أجل رفع اسم اللاعب أولا ورفع قيمة الميدالية ثانيا فالأولمبياد بالأساس قصة إنسانية قبل ما تكون رياضية بذكركم تتركوا لايك على هذا الفيديو وشكرا كثير لكم والسلام عليكم ورحمة الله موسيقى